أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة 23 من يوليو مسلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس وفي كلمته بمناسبة الذكرى السبعين لثورة يوليو أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الثورة قد استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى للدولة وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها تحل اليوم الزكرى السبعون لثورة 23 يوليو المجيدة التي مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس فقد استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيق حق الشعوب في تقرير مصيرها حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت رأيات الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية ترجمة نانسي قنقر